والله بالبرد هذا ما تقول إلا الله يلطف بإخواننا اللي بشاء يلطف بإخواننا اللاجئين الله يعينهم يلطف به في شيء مهم في هذا الوقات خاصة حتى الواحد ما يسي أضن بالله يعني بعض الناس يسيب يقول يا أخي ليش الله ما ينصرهم وين الله حين لنا أسوى بالنبي عليه الصلاة والسلام اللي ضرب لنا أعظم الأمثلة والنماذج والصبر والتحمل والبدل لهذه الدين وعدم استعجال النتائج أبد والنبي عليه الصلاة والسلام مروا بابتلاته وأصحابه حتى جوا الصحابة يشتكون في مكة لما اشتد فيهم العذاب والتنكيل والظلم يا رسول الله ألا تدعو الله أن ينصرنا شيخ الله قادر ينصف أم أم قريشة بلحظة واحدة ما يعطسوا شي سبحانه طيب ليش الفترة هذه الطويلة 13 سنة هاجروا للحبشة ثم يرجعوا ثم هاجروا للمدينة لما جواح من الصحابة يقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا عذاب ونكال وظلم حنتبه ذلنا مش كله نبسا سلم أعطى نموذي من الأولين هذا الطريق طريق عظيم ذكر له من صبر الأولين قال إنه ناش من كان قبلكم يعني من هالإيمان يؤتب من شار الحديد فيفلق من بداية راسي يعني ينقص نصف عين ويؤتب مشط الحديد مشط من حديد فيفرق ما بين جلده وعظمه يعني يصلخ صلخ وما يرده عن دينه طرفة عين ثبات وما الله وصف حال الأولين لثبته على الدين قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول شفى الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله من شدة الألم والتعف ثم الله قال ألا إن نصر الله قريب ثم الله نصر قريب وش سنوات بتحدي لما خرجوا المسلمين الصحابة الصالحين على رأسهم من نبسه سلم من مكة مطرودين مهاجرين أنزل الله آيات قال الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله طردوا من ديارهم من بيوتهم من أموالهم تركوا كل شيء وراهم أخرجوا من ديارهم ذل وإهانة وخفية لكن بعد سنوات ينصرهم الله ويدخلوا المكة فاتحين منتصرين وبعزة لكن الله عز وجل ذكر شرط بآخر الآيات قال وَلَا يُنصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يُنصُرُهَهَا هَذَا الشَّرْطَ قال الله ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوا بَعْضُكُمْ بِبَعْضُ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ موسيقى